يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة أنسى حسينا في الطفوف مجدلا على ضمئ والماء يلمع طاميا ووالله لا أنسى بنات محمد من بقين حيارا إذ فقدنا المحامي هناك انثنت تنعى ومن فرط الأسى ضرامون ومن فرط الأسى ضرامون حوا بين الأضالع واريا يا رياء يا رياء يا أخ ووالله لا أنسى زين بيذ غداية تنادي بصوت صدع الكون يا رياء 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 أخي لم تذوق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك صايا يا 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 أن ترى اليوم يا يوم يا يوم ما بيار فحاشاك ترضى أن نروح حواسرا آيا سبايا مع الأعداء نطوي الفيا فيا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ها ويؤت من لدنه أجرا عظيما هدية للأروح سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين أرواحنا له الفداء ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد كمقدمة للحديث في جميع الأديان السماوية هناك أمور تعرف بالماورائيات حسب اسطلاح اليوم أو بالمعاجز حسب اسطلاح الروايات ليس فقط الإسلام يعني عندك كمثال في اليهود موسى عليه السلام ألقى بعصايا خشرة طولها أقل من مترية ألقاها على الأرض في آن واحد انقلبت إلى ثعبان وهذا الثعبان يبلع باقي الحياة هذا الآن نجيبه حسب منطق المادة يضحك عليك ماذا عصايا تصبح ثعبان لا والثعبان لم تأكل وبعدين يرجحها بإيدها تصبح عصايا مرة ثانية زين الحيوانات اللي أكلهم هاي الأشياء اللي الثعبان أكلهم وينهم وزنهم ماذا يعني العصايا كان أفرض مثلا وزن التذكروات هذه معجزة معجزة يعني عجز البشر عن درك ما فيها النبي يأتي بمعجزة موسى عليه السلام حسب الظاهر رجل راعي أغنام ما دارس في أكاديمية ما دارس في جامعة ولكن هذا الأجاز هم اليهودم يعتقدون النصارام يعتقدون كتبهم تذكر رجال هذا مولود من بطن الأمة مكفوف أعمل بعضهم أستنعين ما كان عندي يعني هاي بيضة العين خالية عيسى عليه السلام ينفخ على عيونه يقوم عيونه سالمة زين وبرئوا الأكمه يعني الأعمى والأبرص البرص نعوذ بالله مرض غير الآن الطب عاجز عنه عن علاجه لكن يوم عيسى ابن مريم عليه السلام بنفخ واحدة كان يقوم لابن يحيى الموتى أو يروح إلى بعض القبور المندرسة عندنا بالرواية وصلوا إلى قبر مندرس قلوا له يا روح الله تتمكن هذا القبر تحيق بإذن الله عيسى عليه السلام صح قم بإذن الله يا عبد الله وإذا الحجر توخر رجل ينفض عنه الاتراب لحيته بيضة طلعه قال من أنت؟ قال أنا سامو ابن نور كل سنة صالك أكثر من أربعة آلاف سنة قبل والأشي عند الله لا تتعجب إذا أحنا عرفنا الهيمنة الإلهية هذا بحث مفصل أنا موكلة أنا سليمان ما كان من أنبياء أولي العز المقامة أنزل من أنبياء أولي العز عنده وصي اسمه آصف ابن برخيا زين آصف ابن برخيا لما سليمان عليه السلام اقروا القرآن ما يقدر واحد يكذب القرآن هذا وحي مو كتاب علم القرآن مو فكر بشر وحي من الله زين القرآن يقول أن سليمان عليه السلام نظر شنو كانت القضية سليمان أكون مظلة على رأسه ما إلها مثيل في تاريخ البشر إن شاء الله إمامنا يجي ونشوفه هاي المظلة كانت مظلة حية مو ميتة يعني الآن مظلة على رأسك ميتة جماعت المظلة الذي الله جعلها لسليمان مجموعة من الطيور تجي تتكاتف أجنحتها بالغواء يخلون على رأس سليمان مظلة من الشمس على يمينه على يمينه جيش الإنس على يساره جيش الجن فدمر الشاب بمقدار خوخة صغيرة الشمس إيج على عينه هاي شمس منين إيجي شاف شاب مكان الهدهد خالي قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ليش ما جاي للدوام ترى هذا الموظف الذي صاير موظف وقرار ساعة 8 يكون على الدوام يجون الناس يراجعوا والله رايح يتريك رايح ما حتى لو رايح يصلي وقت الدوام عندي شغلة عنده لا عند اجتماع فعند اجتماع خلق غير وكي خلق اجتماعه أنا جاي مراجع هذا دياكل فلوسي دياكل فلوس بيت المال فلوس المواطنين الموظف واجب شرع عليه ما بقرار إذا قايل الإثواني ثماني لا والله الترافيك ثيارة ماكو مشكلتك إذا أنت لازم إثواني إلى خمسة حاضر ثماني تدخل بالدار أقل هاليوم سيارة صار البنشر رانش عليه أنا مراجع أنت موظف تخادمي أنت جاي لخدمة الشعب موظف لازم يعمل بوظيفته اسألوا العلماء علماء الموظف اللي مثلا قرار ثمان ساعات يشتغل اسألوا العلماء النجف إذا خمس دقايق اسرع قام يعني قرار إلى ساعة ثنتين إلا خمس دقائق قام طلع هاي الخمس دقائق حرامي هذا يحاسم يوم القيامة ما تصدق لي نروح إسم العلماء من المراجعة التدديدة مو قوترة ما أخذ فلوش الناس يتم أخذ أجرين مو بس الموظف العمال جبت عامل يصبغ بيتي قراري ويا يوميا ثمان ساعات مثلا أقول يشتغل ست ساعات يشتغل هاي ست ساعات ما أشتغل باقي منهم يوم القيامة يحاسم عجيب يوم يوم القيامة على كل حد هذا الهد غد موظف شريوان شاف بمقدار هذا الهدهد حيوان شوي أكبر من الطير من الحمام قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا القرآن ما هي قرآن 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 أو لأذبحنه أو يجيب دليل أو لا يقتني بسلطان كيف يأتي الغدهد يأتي الغدهد متعجب الغدهد من العجائب والغرائب هذا الحيوان الله من طير في الإمكانيات عجيبة الغدهد من فوق السماء يرى الماء لا يرى الماء تحتى الأرض لا يفتهم لا يختصاص الله يشهر الخالق الهد الرجاء قال أين شنت؟ قال جئتك من سبئ سليمان أين قاعد في بلاد الشام؟ هناك مدينة اسمها بعلبك في لبنان يقال هذا القصر أنا رايح له قصر آثار إلام موجودة آثار قديمة يقال هذا القصر هو قصر سليمان كان هذا القصر عجيب وغريب هذا قصر سليمان سليمان أنا قاعد في بعلبك أحسن أنا ذاك أحسن منطقة بالعالم جو لطيف منطقة مرتفعة عن سطح البحار سليمان عليه السلام قاعد في بعلبك لبنان وين؟ اليمن وين؟ هذا الهدهد قال وجئتك من سبئ سبئ هناك سورة بالقرآن باسم سبئ سبئ اسم إنسان سبئ ابن يش جب ابن يع رب ابن قهطان أكثر العرب تظنون دانسين بالمدارس عندنا العرب 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 المستعربة أكثر العرب العربة من أبناء السبئ عشر أولاد كان عندنا لما صار السيل سيل العرن لذول تفرقوا ويادي السبئ كل جماعة من عندهم راحوا إلى بلد من البلاد منهم خزاعوا ماذي منه لذول يجوا إلى العراق منهم الأوس والخزر راحوا إلى بلاد الحجاز وهكذا ما علينا لأنه حديثي فقال جئتك من سبئ المدينة صارت باسم الشخص جدهم الأعلى أنا عندنا بعض المدن باسم أفراد يعني هذا في الغرب موجود أنا ما رد أجب اسم كثير من المدن باسم فرد قال وجئتك من سبئ بنبئ شفت بعيني يقين أني وجدت مرأة تملكه ملكتهم اسمها بلقيس ملكة مقتدرة أني وجدت مرأة تملكهم ولها عرش عظيم بزير وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله عبال الشمس قضية مفصلة سليمان طلع قال قال يا أيها الملأ من يأتيني بعرشها إخواني هذه القضايا ما تمشي اليوم مع العلم اللي تدول علميا مو يجيبوها هي الملكة عرش بلقيس في التفسير لأن عرشها كان يحمل في رواية ألفين في رواية أربعة آلاف إنساء هذا كان بلاط بلقيس قال أريد واحد يقلح من الأرض الجبريا قال ما يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال الشاهد هذا وقال الذي منه آصف بن برخيا وصي سليمان مو نبي وصي النبي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنت اللحظة شدقينك يصير ثانية تك سدقينك اليوم اللي شايفين الألعاب الرياضية ثنيا ثلاثة عشرة يرقضون بالمسابقة شايفين الثانية شنون يقسموها على السريع ثانية واحدة إذا واحد في خمسة أعشار ثانية تقدم على الرفيجة يطوني ذهب الغاذ المتقدم ويطوني الفضل الثاني خمسة عشرة ثانية يقسموها على العرب مسألة العلمية واضحة آصف ما قال بثانية قال أنا آتيك به يعني بالعارش قبل أن يرتد إليك طرفك أقل من ثانية قال معاجز القرآن إذا كذلك اليوم الناس يقنوا شنون أو كومد أقل من الثانية إيه الآن الثانية من قسميها مئة قسم شوفوا في لحظة قلع العرش كله مع الرجال مع الملكة كلهم شلعهم من سبق ألفين كيلومتر أكثر جابهم إلى لبنان خلهم كده يلا فلما رأىهم مستقرع عنده قال هذا من صدري ربي هاي قضية سليمال كتب العهد القديم والجديد لم يذكرون يهود لم يذكرون مو بس كتابنا زين أنا لا أريد أتعمق من الموضوع وقته ينتهي بس أنا كمقدمة للحديث إخباري هاي أمور ما ورائية يعني أحنا ضع عطاء بشر ضعيف لا تتصور أنت علمت كل علوم الدنيا قضايا ما نفهم بس قل ما أدري الآن أسأل من أي عالم بالكهرباء مهندس كهربائي قل له هذا السلك هذا السلك اللي بيه كهرباء لما نتخلي بالكهرباء بيه كهرباء لما نتطلع ما بيه كهرباء السلك لنس السلك شنو الفرق شنو هاي القوة اللي تجيبوا ما أدري ذاتية الكهرباء شنو اللذي اللحظة إذا تخلي بالكهرباء وإيدك تموت شنو من القوة بيه ما أدري قل ما أدري وخطص نفسك واحد من العلماء ألمانية أخذ دجاجه وزنه مثلا كاوزن كيلوه مثلا أفرق زين ما دباح حتى دمه يروح خل إيده على رغبة خنقه نفس الدجاجه وزنه شاف كيلوه غرام واحد ما نقص زين شنو الفرق بين الدجاج الأولى والثانية الأولى كانت حية ثانية ميتة يعني شنو حيو ميتة يعني روح شنو الروح يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتوا من العلماء إلا قليلاته ما تدو تصلك شنوه هذا أبوك عزيز ابنك تحبه اتركوا بسيارتك فالدور السكت مات ليش تخلي جول ترامب وإذا ما تخلي جول ترامب هذا يصير بيعفن بجسمه يتآكل جسمه الحشرات تدخل عليهم اللهم رحمنا شنو الفرق بين الإنسان الأول والإنسان الثاني روح شنو الروح ما أدري ما أدري بس احنا ندر الروح موجود ما يكتر واحد ينكر الروح عزيزي ليس كل شيء ينشاب بالعلم هناك واحد من العلماء لديك كتاب مجلديا نكون مجلد ألف صفحة أنا قاريب من أوله إلى آخره اسم الإنسان روح لا جسد واحد مصري عربية مترجمة للعربية جدا كتاب جميل جدا كتاب جميل لديك محاضرات شهر كامل رمضان حجت حول الروح كتاب فادي هواية ما علينا يقول الإنسان الآن العلماء محتارين هذا نفس الإنسان وزنا الآن حي وزنا 75 كيلو مات وزنا 95 كيلو ما الفرق بين الإنسان الأول والإنسان الثاني الإنسان الأول كان يسول مليارات بتوقيع واحد يطيق مليار دولار الإنسان الثاني نفسه نفسه هو أمواله لا يستطيع لا يستطيع توقيع إلى قيمة أولى ما الفرق؟ لا ندري المهم أكو أمور ما برائية منها مسألة معروفة في الروايات مسألة طي الأرض يعني أنا وإياك نمشي نحن بأرجلنا نطوي الأرض أو بالسيارة نطوي الأرض نحن بأرجلنا نطوي الأرض تطوى تحت قدميك يعني أنت واقف سليمان قاعد فدمر رشاف عرش بالقيس قدامه من مسافة ألفين كيلومتر ما يفتهم إلا أن أنا من العلواقف ولكن هذا صار إلا أن إذا واحد ينكر الواقعية ينكر الأمور وماك واحد ينكر الواقع أي إنسان حتى لو دغلي حتى إذا علماني أقول العمي شنو الروح يقولك ما أدري شنو الفرق بين أبوك البار حتى الحي واليوم ميت تتخلي جو الإتراب لو تحرقوا بعض الناس حرقون الأموات مات بس أدري كان عنده روح ماكو أحد يقدر ينكر الروح ماكو أحد يكره زين هاليوم قضية دفن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين روحي له الفداع بيد الإمام زين العابدين إمام زين العابدين يسير بالكوفة إجابة إلى كربرة لا أراكم على فرس بعد طي الأرض طي الأرض للإلسان العادي يصير طي الأرض بالقيس يصير للماذا العابدين ما يصير وهو حجة الله على الكون والله بيده مقاليل السماوات سوى الأرض يقول أنا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وفي كل شيء إخواني إذا انطيت ظهرك الأله خوش مكر يدافع عنك بنص القرآن إقروا سورة الحج إن تأكيد إن الله يدافع عن الذين آمن الله يدافع على طريقته طبعا زين هذه المقدمة كانت حول هذه الآية المباركة الآن التي ترتبط بحثنا هذا اليوم وترتبط بحثنا في الأيام الماضية إن الله لا يظلم سورة النساء آية أربعين إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال مصدر ميمي على وزن مفعال معناه باللغة العربية يعني ثقل يعني بمقدار ثقل بمقدار الثقل بمقدار كيلو يعني وزن كيلو مثقال يعني الثقل ذرة على اختلاف النقل في الأدب يقولون بعضهم يقولون ذرة الحشرات الصغيرة التي لا ترى بالعين بعض العلماء جايبين مثال جميل يقولون تصور الآن لو تجي بالنهار من هذا الثقف بمقدار ثقب صغير الشمس لما تشو الأرضية مطفية تشوف أكو في العمود من الثقب إلى الأرض أشياء تلعب بالفضاء هاي ما تجعل قاعد هذا يقولون له ذرة اللي مالها هو زين زين الله يقول بهالمقدار إن الله لا يظلم لا يظلم مثقال ذرة أكو اختلاف بين مذهبه للبيت وبين ماق المذاهب ماق المذاهب يقولون الله سبحانه وتعالى ما يقدر يظلم ما يظلم نحن نعتقد الله قادر على كل شيء ولكنه لا يفعل القبيح الظلم قبيح الله ما يفعله مو أنه ما يقدر قادر على كل شيء ولكن ما يفعل لأن القبيح مستحيل على الله لا يظلم مثقال ذرة قضية الظلم السمارة توسع هذا البحث في ماذا رغم البيت صار آصل من أصول الدين يعني شوفوا الخضية شكال مهمة يعني احنا عدنا أصول الدين خمسة التوحيد بعد وعند التوحيد يقول العدل الله عادل ليش باقي المذاهب ما تقول الله عادل ما تقول الله عادل يقول الله كيف بإمكان رب العالمين أن يلقي رسول الله في نار جهبنا وبإمكان رب العالمين أن يجعل أبال لهم في أعلى منازل العليين هذا ما نعمل هذا الكلام لا الله بإمكانه ولكن ما يعمل القبيح بعدين يجيبون دليل يقول هو قاعد بالقرآن لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون كيفه لا مو كيفه يعني شو مو كيفه يعني الله سبحانه وتعالى أبعد عن نفسك الظلم يقول أنا ما أظلم ليش تتهموني بالظلم بنص القرآن إن الله لا يظلم لا يظلم مثقال ذر وبعدين الأمور المستحيلة باب المستحيلات في علم المنطق أي المستحيلات ما تمشي على رب العالمين الله يقدر يسوي اثنين في اثنين خمسة مستحيل مو الله ما يقدر ما يصير ما يصير اثنين في اثنين ما يصير خمسة الله يقدر يسوي اثنين زائل اثنين ستة لا يصير اربعة هذه الأشياء البديهيات الله سبحانه وتعالى ما يعمل المستحيل مو ما يصير يقدر كل شيء يقدر على كل شيء قدير اللي يجي ذاك يا ابن أبي العوجاء سأل من الإمام الصالق قال الله يقدر يتعني الكرة الأرضية في بيضة الدجاجة هو يريد يعني يحرج الإمام الصالق من السؤال الإمام عليه السلام قال نعم الله يقدر يا أم الكرة الأرضية تصير صغيرة هلقل يصغرها ضغط نووي يدخل بيضة يا أم البيضة يكبرها انت تريد بيضة الدجاجة بأبعاد أربع ستة مترات في قطر 3 سمترات ادخل بي الكرة الأرضية ما يصير مو أن الله غير عادل الله سبحانه وتعالى ما يعمل المستحيل والظلم على الله مستحيل صار في مذغبنا العدل شباب من أصول الدين مو من فروع الدين الله عادل لا يظلم مثقال ذره ولا تنسون الله ما عنده عداوية واحد الله كل الناس يحب عبيدا يحب العباد يحب المخلوقات حتى الحيوانات الله يحبها ما يإذن لك تأذينك حيوان بعض الشباب يضرب الطير يضرب العصور يأخذ العصور يقطع رأسه هذا العصور يوم القيامة يوقفك أمام الله يحاسبك لماذا يقطعك رأسي يضرب حماما ما يقطع رأسه حرام شرعا حمامة فيتاكل لحمها إذن مقابل القبلة عليكم العافية حتى العصور حتى الزتزور ولكن تعذيب الحيوانات الله يحب عباده يحب مخلوقاته ما لك حق إذا رب يدافع عنه إذن الظلم على الله سبحانه وتعالى مستحيل ولا يرضاه لعباده أيضا أنت لو صرت يوم من الأيام ملك رئيس قائد شنو إذا ظلمت الناس بمقدار رأس إدره الله يحاسبك يوم القيامة حيث الوقت علينا ينفوت سريع أمير الممينة عليه السلام كاتب رسالة إلى محافظة البصرة محافظة البصرة والي البصرة اسمه عثمان بن حنيف رضوان الله عليه إنه ما مكاتب له رسالة إهلاك الإمام يقول لئن أبيت على حسك السعدان مجردة وأجر بالأغلال مصفدة بابا يا ناس يا عرب الإمام ذي يحكي عربي مو هندي الإمام يقول إذا يجردون من ثيابي ينيموني على حسك السعدان حسك السعدان هي مثل كرة بأشواك جدا مؤلمة يعني ما تقدر تختلف من عنده هاي الأشواك جدا مؤلمة إيدك ما تخلي عليه أمير المؤمنين يقول إذا يجردوني من ثيابي على هاي الأشواك على الشوك ويجرد يشدوني بالأغلال يعبدوا ناجير مصفدة يصفدوني بالأغلال يسحبوني على هاي الأشواك وأنا عاري خير خير لي من أن أظلم العبات مفصل الرواية أظلم الناس بحطام الدنيا ما تسوى الدنيا خلي قطعوني لأن لا خير في خير عقيبه النار يا عمي أقعد قصور صدام وبعدين إذا وراء جهنم هذا موخب أمير المؤمنين يقول ولا شر في شر عقيبه الجنة إذا شفت شر لا سمح الله بس نتيجة جنة الله يرحم شهداني بعضهم صدام زاد الله في عذابه آن فآن قتلهم زوبهم بالتيزار إلى جنات النعيم إذا ألم أن يدخلون الجنة يستبشرون بلحمة من الله وفضل مو مشكلة بالدين الشفن من البلاوي شفن اللي عدموهم اللي قطعوهم اللي إلي إلى آخره وإدن الأسوة بشهداء كربلا قضايا شهداء كربلا واحد حقيقة يعني عزيزي أنت اقرأ كلكم سامعين يعني كمثال سيدي ومولاي أبو الفضل العباس عليه السلام العباس بطل ضرغام جسمه مذقين كان العباس جسمه صار كالقنفض يعني هاي السهام داخله بجسمه زيلا الإنسان لما يدخل بجسمه أبرة عودة إنتوا كلكم يجب إيده يطلحها ما شكل العباس ما عنده إيده إيديا ما عنده هاي السهام مؤثر عليها بعدين أمير المؤمنين يقول لا ألمك ألم العين أكبر ألم ألم العين الله لا يبليكم الله لا يبليكم رموه بسهم مسموم في عينه سالت عينه على خده زيلا يريد يطلع السهم إيد ما عنده ها هنال العباس سلام بالله عليه نزل رأسه وصعد ركبته على الفرس حتى يجعل السهم بين الركبتين ويسحب رأسه يطلع السهم من عينه إنه ما عنده إيد في هذه الحالة سقطت الخوذة من رأسه المطخر الطاهر المبارك وإذا بواحد ابن حرام ضربه بالعمود زيلا أنا وإياك الآن إذا لا سمح الله واحد من فوق المبار طاح يخلي إيدين حتى من هذا الكرس العادي الآن إذا إنت طحت تدخلي إيدك العباس إيد ما عنده لما انطاح على الأرض هاي السهم دخلت أكثر بعينه وأنا شفت في رواية طاح على وجهه على الأرض يعني السهم أكثر نبت بعينه شنو من عذاب هذا كله في طريق الحسين سغل والعباس سلام الله عليه الآن في أعلى درجات العليين عند الرفيق الأعلى ينسى التعب لا شر في شر عقيبه الجنة زيلا الإنسان في هذه الدنيا كل ما يرى من المصائب إذا وراء جنة يتحب يسهل المتدين خصوصا والإنسان في هذه الدنيا إذا يرفل في النعيم وفي الذهب وفي المجوهرات وفي أحسن الملابس والطعام ولكن عقيبه الجحن ما يسوي هذا الأمير المؤمنين يوصل إلى زيلا الله ما يظلم أحد الله عادل نجي إلى القسم الثاني من الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة هاي المثقال ذرة إذا واحد ظلم الله بمقدار ظلم ينطي من جاء بسيئتي فلا يجزأ إلا بثنها أما الكلام الثاني من جاء بالحسنة إذا أنتوا الشرفاء الكرماء واحد أكرم أكرمك مثلا أنت كنت في بدة ابعيد عن العراق ابعيد عن وطنك ضيعت فلوسك ما عندك فلوس وشريف ما تقدر بلا تفد إيدك زين فلوس فندق ما عندك ما أكرم لازم تخلص تطلع من الفندق وأقع عليك أجور مثلا عشرة أيام ما عندك فلوسك فضعت إذا واحد شافك سلم عليك قال فلوس الأجور علي أنا أتكفل وأنت موجودك بحفوظ وهي من فلوس أتجع إليه إلى بلدك هذا شيء تقدره يفرض أنت إنسان ثري لما ترجع إلى بيتك دون هذا كل ما أعوض قليل أتعوض عشرة صرف عليك ألف دولار تطيع عشرة ألاف دولار أنت كريم ولكن أنت الإنسان محدود أولا لما تطيع عشرة ألاف دولار أكثر من تطيع مئة ألف دولار مليون دولار أكثر من هذا ما عندي هذا اللي تطيع أنا محدود ثانيا إذا عندك أربعين ألف مثلا دينار لما أنت تطيع ألف دينار صار عندك تسعة وثلاثين ألف دينار يعني فلوسك قلت الله سبحانه وتعالى نظام نظام ثاني مو نظام نحن البشر أولا يعطي ولا يخاف من كثرة العطاء لأن خزائن الله مبلوء ولا نهاية لله الله مو مثلي محدود مو محدود الله ينطي الواحد بمليار ينطي عادي وثانيا تقلون شهر رمضان ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمه كل ما ينطي أكثر هو أجود الأجودين أكرم الأكرمين هاي القضية خليه ذينكم إذا واحد في هذه الدنيا الآن مثال واضح جنابك خليه لك النواة تمروا تطيق نخلة تطيق مثلا ثلاث ميت كيلو تمر إذا صارت نواة ثين نخلة ثين تتحصل ثلاث نواة ثلاث نخلات تتحصل ما الشكل؟ في الدنيا كل ما أكثر تعمل جزائك أكثر الله سبحانه وتعالى يقول أنا إذا تنطيني مثقال ذرة أنا أضاعفها أكثرها إذا أنتوا الناس نواة تمر كل سنة تشيري ثلاث ميت كيلو أنا ربك إذا تسوي لي فتعمل خير هذا أربي ينطيك وينطيك إلى أبد الأبد يكثر العدل يعني واحد إذا الآن يخلي له دينار قلوا له دينارك في أسبوع يشغل دينارية مزيد في أسبوع يصغل أربعة يعني دينارية يصغل أربعة الأربعة يصغل إثبانية أصعد هذا الشكل بصعود هندسي صعود هرمي يقولون فهذا مرة تشوف لا يحسب الحساب رب العالمين يعامل عبادة صعود هرمي يعني لما انت الطيب وإن تكون نص القرآن إن الله لا يظلم مثقال ذرة أما هذه الذرة إذا صارت حسنة وإنتك حسنة الله يقول يضاعفها يضاعفها رب لا يخاف الفقر ولا يخاف الفوت يضاعف ويضاعف ويضاعف إلى أبد الأبد هذا إذا أنت عندك حسنة يعني سبحان الله الله يغرس إلى كما في الرواية شجرة في الجنة ويكون بها الخير إذا تعطي دينار للفقير الله يقول أطيك سبعمية واحد سبعمية هنا لأ المعطي من المعطي هو الحسين سلامه الله يقول الإمام الحسين ما أعطى دينار ديناريا أعطى روحه أنفقه روحه وروح أهل بيته وروح أطفاله وأعطى 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 بالرواية لما قتل عليه الأصغر سلام الله عليه طفل الحسين خلصت نحن بالأراك المبايع مخلص كل شي خلص يعني محدود إسمعوا الرواية عن رسول الله وعن الإمام الرضا سلام الله عليه وعن الإمام الباقر كم رواية أكو؟ هذا المضمون معنا إن الله عوض الحسين أنت الشريف إذا تعمل فالعمل خير الله يعوضك مثلاً صلاة الليلة تأخذ ثلاثة دقائق ركعتين كرك بعد الحامل مرة قل هو الله خمسة وعشرين مرة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث دقائق تدري الله شنو يمطيك يعوضك يعوضك يبقى صلاة خمسين حجة مقبولة هذا الله ركعتين ليس قصة أول حاجة نعمل عراق لازم تكتب اسمك قرعة وتطي فلوس لقدام وتصرف ما دي كم مليون يلا يطيق حجة واحدة وما معنوم مقبولة وليس مقبولة تعال عيني هلية المعاملة مع الله المعاملة مصادة مع الله المعاملة مع هيئة الحاج فلوس المعاملة على الله فلوس ما يريد ركعتين كل ركعة بعد الحامد قل هو الله وخمس وعشرين مرة سبحانيات خمسين حجة الله يعوض الإنسان إذا صار أكو بالروايخ الأقراهة إذا تجيين الرواية عن الإمام الحسن المشتبى روح له الفداء الإمام الثاني الإمام يقول إذا واحد صار به حمى يعني تسخن ليه لا واحدة حمى ليلة تعادل ثواب سنتين عبادة ليه لا واحدة جسمه شوية صار حار شوية عذبت ملاش لا مبلاش الله يعوضك مقابل حمى ليلة سنتين عبادة زين الحسين عليه السلام الذي ضحى بما لديه تضحي ما إلها مثيل لم يسبقه سابق ولم يلحق لاحق الله شنو يعوضه يضي دينار يضي جنة الله تعويض مادي ومعنوي المادي إن الله عوض الحسين أن جعل الشفاء في تربته الله أكبر الله أكبر إخواني هذا الحب الذي يضيك الدكتور الدكتور شنو الدكتور وسيلة خل الدكتور مو هو شافي قديما كان يكتبون على أوراق الأطباء هو الشافي الله شاف الدكتور وسيلة شنو يضيك الدكتور يضيك حب يقولك هذا الحب يرفع عنك الصداء هذا الحب منه جعل بي الشفاء الله الله يقول أنا جاعل الشفاء في تراب حرام أكله لتراب إلا للحسين حسين الله أكبر شيل بمقدار ماشا وحده خلي على لسان المريض بعقيدة في دعاء موجود في مفاتح الجنال اشرب عليه إذا تشرب عليه مي الفرات أحسن مي زمزم مي عادي نزله إن الله جعل الشفاء في تربة الحسين شفاء وإذا الصبح لأقول لكم قصص ما أكمل كلامه بعد واستجابة الدعاء أوض الحسين الثاني شنو؟ استجابة الدعاء تحت قبة الحسين إلى أبد الأبد قبة الحسين هناك رأيان الرأي يقول قبة الحسين يعني حرم الإمام الحسين تحت القبة الرأي الثاني يقول لا القبة في اللغة العربية يعني السقف سقف الحسين الآن لو واحد يقول لك وين حسيني تلبى لا بتقول هنا هنا شنو حسينية يعني سقف إذن تحت سقف الحسيني دعا مستجاو ولما أقول لك آخر المجلس حرقت قلب قل يا الله أمن يجي يستجاو الدعا عوض الله الحسين هاي اثنين الثالثة وجعل الأئمة من ولده إلى أبد الأبد إلى يوم القيامة الذين يقودون وسيقودون البشر خصوصا بعد ظهور الإمام الحجة أرواحنا لترابي مقدمه الفداء العالم يصير أسرة واحدة دولة واحدة الكرة الأرضية يحكمها أولاد الحسين إلى يوم القيامة وجعل الأئمة هذول اللي يشهدون الناس من ولده هذا يمنانا كلام كثيرة وعظيم هذا الجانب المادي تدرون الآن نحن إمامنا الحجة أرواحنا له الفداء هو الولد الثامن من أولاد الإمام الحسين عليه السلام جعل الشفاء الولد التاسع عن يوم الثامن اشتبهت سلام الله يا عليكم الجمعين الثامن من أولاد زين العابدي جعل الشفاء في تربته ولا يمته في ولده الله يرحم المرحوم الشيخ العرندس رحمت الله عليه الحلي هذه الأبيات العظيمة المعروفة أنا ما ندكرهاها بس إشارة يقول وفيه في الحسين وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلك نكر حبي بثلاث ما حاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاه بها الداعي إذا مسه ضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر الله سبحانه وتعالى أعطى الحسين هذا العطاء العظيم هذا العطاء المعنوي ما إلى نهاية إلى أبد شوية واحد يأخذ من تربة الحسين شفاء من كل دا شفاء من أخطر الأمراض ويشهد الله قضايا أنا عندي كتاب كاتب أهم ماذا معاجزة شاهدتها بعيني شفت شنون تربة الحسين نجى ناس كان بيهم مرض سرطان الأطباء كلهم ردي ببركة الحسين والله حتى موارد كاتب في كتابي مع المصدر مسيحيين مو مسلمين اللهم طاهم الشفاء ببركة تربة الحسين سلام الله عليه العطاء المعنوي شنو العطاء المعنوي أنا ويا كلنا مستحبي ومن جمعة نقول اللهم أدخلني الجنة التي حشوها البركة إلهي أريد الجنة منك الجنة اقروا رواية في كتاب بحار الأنوال قال رسول الله واحد من أصحاب النبي قاعد دخل الحسين عليه السلام وهو صغير أنا ذاك عمرا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالحسين مرحبا بك ولدي يا زين السماوات والأرضين هذا الصحابي تعجب قال يا رسول الله معقولة أبيو بن كعكا قال معقولة الحسين أنت قال لا الحسين في السماوات أعظم منه في الأرض وإني وجدت مكتوبا على ساق العارش إنه مصباح هدى وسفينة نجاة الله أكبر شنوها العظمة لأن القرآن يذكر رسول الله ليلة المعراج هاي أيضا من المعجزات معقولة إنسان يطير إلى السماوات السبع نعم رسول الله طار طار كان عندها شيء أصغر من الفرس الله أرسله من الجنة اسمه براق ركب على هذا البراق البراق طار كل ثانية كم مليون كلمة ما افهم معاجز ولكن رسول الرطاف فدنى فتدلى فكان قابق وسيني او ادنى الله سبحانه وتعالى يقول لقد شوفوا في سورة النجم لقد رأى من ايات ربه الكبرى الله يقول ان رسول الله ليلة المعرات شاب اشياء عظيمة الله يقول كبرى انا وياك بنظر نجم الهما الايا كبيرة الكبير عند الله شنو لقد لقد لو تدخل على الفعل الماضي تعطي معنى الحتمية اذا تدخل على الفعل المضارع تعطي معنى القلب لقد رأى يعني مية بالمية من ايات ربه الكبرى شاف اشياء عجبية نزل النبي ليلة المعرات اجتمعوا حول ابو الصحابة يا رسول الله هاي الهي ماذا رأيت قال رأيت ماذا رأيت الكبرى قال رأيت مكتوبا على ساق العرش ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت ماذا رأيت ماذا رأيت ماذا رأيت الآيات الكبرى الله يقول الآية الكبرى ان الحسين مصباح وسفينة والانسان الآن اذا لا سمح الله واحد ضاعب الصحراء ظلمات ما يشوف دربه يحتاج لها فانوس مصباح يشوف دربه بس اذا لا سمح الله وانتو اولاد البحر هذا البحر يمكم اذا لا سمح الله واحد انقلب به السفينة في البحر فانوس يفيده لا يحتاج الى سفينة شيلة بس ظلمات ويحتاج بعد الى فانوس الى نور مصباح يا رسول الله اريد مصباح وسفينة احنا غرقانين في بحار الظلمات يا با دعاكم دعاكم الامير الممين عليه السلام علمه لكم قال هذا الدعاء انا اخذته من الخضر خضر النبي اخر دعاكم ال شنو تقولون يا نور المستوحشين في الظلم سئل من الامام امير المؤمنين قال يا امير المؤمنين شنو القصد من هاي الكلمة قال نور المستوحشين في الظلمات هو ولدي الحسين اللهم صلى على الله لما ينزلون في ظلمات القابر ابكي لظلمة قبري يخلوك العشير ويرجعون وحدك ظلمات تشوف اجاك نور يتلألأ اقوى من الشمس مستحب اخواني اقروا زيارة عشوراء كل يوم اخر زيارة عشوراء بالسجود اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيمي رزيتي بعد اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود سأل من الامام الصالق الامام قال يوم الورود يوم ورودك في القبر نور المستوحشين في الظلم الله سبحانه وتعالى يا نور المستوحشين في الظلم بس الله موت جسم حتى يكون نور اشوفه الذي يجسد هذا الكلام هو الحسين سلام الله عليه هو نور المستوحشين في الظلم زي الرواية في كتاب بحار الأنوار وغير من الكتب قال رسول الله ان الله نظر الى نور وجه الحسين نظر رحمانية نظر رحيمية خاصة بس فخلق اطلتكم المصدر فخلق من نور وجه الحسين الجنة وهي الجنة لي كل العالم ميتين على الجنة فخلق من نور وجه الحسين الجنة والحور العين متقنون بدعاكم وزوجين من الحور العين الله خلق من نور وجه الحسين الجنة والحور العين وهو لانشوف الانسان مخلوق من التراب الجن مخلوق مين النار الجنة مخلوق من النور لا تراب ولا نار نور فخلق من الجنة طبعا الملائكة ايضا مخلوقة من النور فخلق من نور وجه الحسين الجنة والحور العين وهو اعظم ارجوكم دقيكم كلمات عظيمة وهي وهو اعظم عند الله من الجنة ومن الحور العين شنو معنا روايتين الرواية تقول ان شاء الله عمركم بطويد بعد عمرين طويد لما تنزل بقبرك يجيك الحسين زين انت في كفن اهل اصدقاء احباب كونهم راحوا هناك ليس الغريب وغريب الشام واليمني اللي ما زين العابدين يقول ان الغريب غريب القبر ليس الغريب الغريب غريب الشام واليمني ان الغريب غريب غريب القبر والكفني ان الغريب ان الغريب له حق لغربته على المقيمين في الاوطان والمقيمين 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 في الاوطان دوشيكم خدله تراب نائم على ظلع واحد وإذا به يرى نورا أقوى من شعة الشمس يأتيه الحسين سلام الله علي أنا الحسين طول عمرك كنت تلبس السواد أيام عاشورا كنت تحضر مجالسي الآن تعوض يأتي عندك أبو عبد الله فتنشغل بنور وجه الحسين هناك قبرك روض من رياض الجنة يأتوك الحور والولدان في عالم البرزخ المؤمن لا ينظر إليهم تقول الحور جئنا عندك أنسا لك يقول إليكم عني فلقد شغلني نور وجه الحسين عنكم هو جنتي وهو النعيم الناظرة وإذا وَبِذَا أُجِيبُ السَّائِلَيْنِ بِحُفْرَتِيهِ عن لسان حالكم أقرأ إذا سألوك من ربك من إمامك وَبِذَا أُجِيبُ السَّائِلَيْنِ بِحُفْرَتِيهِ أنا خادم لابن البتول الطاهرة هذا إمامي هذا النور يقولون لك نومة العروس هنيئا لك يا محب القسي الرواية الثانية آية قرآنية مو رواية اقرأوا في سورة الزمر وسيق الذين آمنوا إلى الجنة زمران حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواب من قبل فأسحلكم الأبواب وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتور فادخلوها خالدين هناك ملائكة جايين حور جايين جينا مع العمي خلصت الدنيا خلص القبر خلص عالم البرزق يلا نريد أنه ما يروح سيقه ساق يعني بالقوة يدفعوهم الملائكة شايفين واحد يريد يروح إلى السفر سفر وناسه بس عين على أمه كل ما يدفعوه بعد عين على أمه يمشي يقول لا لا أمي دا تشوفني مثال لا من أقشف الأمثال الله يقول يوم القيامة أنتم مؤمنين يدفعوكم إلى الجنة وسيق الذين ليش يقولون شغلنا نور وجغ الحسين عن الجنة والحور العين يقول رسول الله وهو أعظم عند الله من الجنة ومن الحور العين هذا اليوم يوم دفن الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد أكو كلمات لإمامنا وسيدنا زين العابدين أبتا أما الدنيا بعدك مغلبة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرق مصباح الغدى مصباح الله في مثل هذا اليوم خرجت نساء وبني أسد ربما هاليوم شفت بالتلفزيون جزاهن الله خير الجزاء نساء مؤمنات صادحة كل واحدة شايلة على رأسها زميل أنا شفت لقطة شفت إمرأة أجوز تشيل ترابط تحف على رأسي اليوم دخل للإنسابة لي أسد أولا الإنساب محارب قالوا إذا رياجين يخافون نحن نسوان ما يأذون جئنا لكي يتفن أجساد الطاهرين رجعوا إلى رجالهم قالوا هذه أجساد ابن رسول الله على الرمضاء مقطع ماذا تجيبون رسول الله ماذا تجيبون أمير المؤمنين بعثوا عينا يعني جاسوس بعثوا عينا لكي يروا من بقى من جيش عمر ابن سعد عليه العائل الله رجع العائل قال ذغبوا كلهم نحو الكوف خرج رجال وبني أسد بعد النساء وهم يلطمون على رؤوسهم غل غل احسين بالسيوف مقطعين هذا عذابني هذا عذابني أسد الآن 1400 سنة عمرها التي تصورها هذا والي اليوم النساء خرجنا أولا للعذاب أنا طبعا اليوم شفت بالتلفزيون منظر قطعني قلبي نسوان طالعات ماكو بيئتهم رجال وكربلة مدينة آمنة بين الحرمين شفت رجال من طين ظهرهم للنساء هدافعول على النساء ليكون ليكون الرجل يقترب مجلس إسائي عزان إسائي الغيرة الحمية ماذا ترى على بلاد رسول الله وهن بين الرجايا ليضربوهن بالسيايا لا إله إلا الله جاء رجال من يسد وقفوا متحيرين ماذا يصنعون أجساد مقطعة تحت سبابك الخير المسحوق لا يدرون من الرئيس من الكبير من الصغير وإذا بهم رأوا هنا نطيل أرهام رأوا راكبا على انفرس ملثما وصل إليهم وقفوا خائفين جاء الملثم ووقع على جسد أبي عبد الله يشم يبكي الرواية تقول بكى بكاء حتى ابتل اللثان من دموع عيناي ثم قال يا بني أسد خط خطا في الأرض احفروا ها هنا حفروا اسبوطع الجسد خير خلق الله هؤلاء أسرة رسول الله من بني هاشم شهداء مقطعين بلا رؤوس دفنوهم هناك حفرة ثانية خلفهم وضعوا أجساد الشهداء في الحفرة الثانية خط خطا بين مقتل الحسين وقبر الحسين لحامل الرأي حبيب بني مظاهر هناك دفنوا جسد حبيب طبعا ما إلى رأس المؤسسين العابدين عليه السلام بعلم الإمام يعرف جسدوا حفروا ودفنوا جسد حبيب ثم جاء الإمام إلى جسد أبيه أبي عبد الله أرادوا أن يأتوا قال لا إن معي من يعينني من الملائك هناك الإمام عليه السلام كلما حمل جزء سقط العضو الآخر على الأرض لأنه كان مقطع على أوصال يا بني سديتوني بحصير من الموريين أتوه بحصير في ذاوك يا بولا يا أبا عبد الله كفنه حصير من الموريين أنواهم زين العابدين جمع تلك الأجساد المقطع كوراق القرآن الممزق وضعها في الحصير ثم رأو الإمام يبحث عن شيء بين تلك الأعضاء إلى أن عثر على قطعة أخذها يسلسحها على عين يبكي وهو أسبع الحسين خنصره المبتور لعن الله من قطع الخنصر وضع الخنصر أيضا مع تلك الأشلاء المقطعة الآن الحصير ملفوف بدل الكفن نزل في القبر وضع تلك الأشلاء الطاغرة نحو القبل في قبر الحسين ثم تأخر جاءوا ليروا رأوه واضعا شفتيه على تلك الأوداج المقطعة الإمام سلام الله عليه خرج منه صوت وهو يقول ولدي أردغ شيعة عن السلام وقل لهم شيعة مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريبين أو شهيد فاندبوني وأنا السبط الذي من غير جرمين قتلوني أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقه ثم أشرج عليه اللبنات وأحالوا عليه التراب كزين العابدين حتى ارتلت التراب من دموع عيني كتب بإصبعه السباب الآن موجود هذا المكتوب ولكن من يطلب من القبر ماكو واحد يتجر إن شاء الله في الليالي القاضي ممكن أشرح شنون أراد المتوكل ولكن ما أتمكن كتب هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه أطشانا يا غريبا أرادين يرجع أخبروه والإمام يعرف بن أسد قالوا له يا ابن رسول الله طبعا الأول ما عرفه الإمام نادو يا أخي العرب رأينا جسدا مقطعا على مشرعة الفرات مقطوع اليدين آي بكى زين العابدين وأتى بنفسه أيضا وحده أخذ تلك لشلاء المقدسة أدخلها في قبر وقال وجمع يدي العباس وقال هذا نعش العباس بن أمير المؤمنين أراد أن يخرج من أنت يا أخي العراب رفع اللثاب قال أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين آي 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 أنا بن حسين هالمذبوح عاطشا آي 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 جزاكم الله خيرا مع المؤمنين العابدين أنا بن حسين هالمذبوح عاطشا آي 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 يجيه دفاران يحفرر لقبر ويفصل اجفان ما سمعنا ليموت يظلع رياضان وتلعم عليه الخيال يا يلم يا دايان يا غائب عن اهله اتعود ام تبقى الى يوم المعاد مغيب ذكرت في ليلة احد اولياء الله كان يقول خذوا شيئا من عرق الوج دموع العين هذه الايدي لها قيمة عند الله دعاها مستجاب ارفعوا ايديكم نحو السماء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بحق الحسين يا الله ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الان لحظات استجابة دعاديكم نحو سمع عاش مرات الهنا بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ارحموا ارحموا يا غياث المستغثين يا الله اطلبوا حوائزكم من الله مقضية ان شاء الله عجل فرج امام زماننا واجعلنا من انصاره واشياعه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الحسين اللهم العن من حارب الحسين اللهم اشفي مرضانا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة